من أهم الأمور اللي ضروري تتعلمها في البي ألسي هو كيفية التعامل مع البيانات ومعرفة كيف البي ألسي يتعامل مع البيانات ويحللها في هذا الدرس رح نتعلم أمور مهمة جدا حتى تطور مهاراتك في البي ألسي من خلال تعاملك مع أنواع مختلفة من البيانات قبل أن نبدأ في الفيديو الرجاء مشاهدة الفيديو إلى النهاية وأيضا عمل لايك للفيديو وبالإمكان دعم القناة ماديا من خلال الميزات اللي متوفرة على القناة مثل ميزة الانتساب أو ميزة شكرا الموجودة أسفل هذا الفيديو رح ننتقل إلى الكمبيوتر حتى نكمل الشرح حتى نتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات ورح نطبق هذا من دوال موجودة في برنامج التيا بورتال في الدروس الماضية تعلمنا كيفية التعامل مع إشارات الأنالوج وأيضا عرفنا كيف نتحكم في إشارات الأنالوج في هذا الدرس رح ننتقل على موضوع جديد وهو البيانات ولكن بشكل مختلف ومعرفة كيف أن البيل سيتعامل مع الأنواع المختلفة من البيانات رح ننتقل إلى خانة الورد لوجك أوبريشن رح نلاحظ بداخله مجموعة من الأدوات رح ناخذ في هذا الدرس دالة الانت ودالة الور إذا سحبنا دالة الانت في النيتورك الأولى ودالة الور في النيتورك الثانية رح نطبق في هذا الدرس المعلومات على كل الدالتين ونلاحظ كيف أن البيل سيتعامل مع هذه الأنواع المختلفة من البيانات بالبداية رح نختار نوع البيانات مثل ما عرفنا في الأدوات اللي تم شرحها في الدروس الماضية رح ناخذ نوع البيانات مثل ما نلاحظ أنواع مختلفة من البيانات اللي هي يكون بايت 8 بيت والورد اللي تكون 16 بيت والدبل وورد اللي تكون 32 بيت فرح ناخذ البيت كل الدالتين أنت بإمكان أن تاخذ الورد الدبل وورد رح أخذ الـ Enable أو ال-En حتى يتم تفعيل كل الدالتين رح أستخدم الـ M0.0 نفس الحال مع النيتورك الثانية بالنسبة لدالة الـ End مثل ما نلاحظ بها الـ OnBoot 1 والـ OnBoot 2 بما أنه أخذنا من نوع بايت رح يكون الـ OnBoot والـ OutBoot من نوع بايت أنت بإمكان أن يكون 2 OnBoot أو أكثر من خلال هذه العلامة بإمكان أن نزيد عدد المداخل رح أرجع Ctrl-Z يكفي يكون الـ OnBoot هو عدد إثمين تشانل حتى يتم تطبيق الفكرة اللي رح نشرحها في هذا الدرس رح نأخذ متغير أو أدرس من نوع بايت بما أنه اختارنا أنه هذه الدالة هو من نوع بايت فرح أخذ الـ Mb1 بمعنى بايت والثانية MbTube أيضا من نوع بايت الـ OutBoot رح يكون Mb3 الناتج العملية الـ And رح يخزن في Mb3 بالنسبة للدالة الثانية دالة الأور رح أخذ Mb1 والMb2 يعني البيانات رح يكون في كل الدالتين بنفس القيمة حتى الفيديو ما يكون طويل والMb4 رح يكون بالنسبة للـ OutBoot الخاص بدالة الأور أوكي هذا دالة الـ And وهذا دالة الأور أوكي أنت بإمكان أن تستخدم دالة الـ XOR وأيضا رح نتحلمها في الدروس القادمة لكن هي الفكرة واضحة فقط حتى نميز أو نعرف كيف أن الـ PLC تحامل مع البيانات مثل ما تلاحظ حاليا بعد ما كملنا أخذنا الـ Mb1 المباشرة اللي بعده Mb2 لأن هذا من نوع Byte أوكي لو كان من نوع Word إذا أخذنا الـ Mb1 اللي بعده لازم يكون Mb1 اللي بعدهذ لازم يكون MW3 أوكي أما إذا استخدمنا MdA دبل اللي بعده لازم يكون Md4 وهكذا لأن يعتمد على حجم البيانات أو سعة البيانات اللي استوعبها كل نوع أوكي وشرحت هذا في بداية الكورس بعد ما كميت راح اشغل المحاكي ونحمل الكود على المحاكي لان الاغلب عنده محاكي وما يمتلك بيالسي حقيقي اوكي حاليا البيالسي في وضع الرن اعمل مونيترينج اوكي راح اشغل الدالة الاولى نفس الوقت راح يتم تشغيل الدالة الثانية لان مرتبطة في الام 0.0 اوكي راح اخزن بيانات في الام بي 1 والام بي 2 اوكي لكن قبل ما اخزن انه البيانات او هيئة البيانات او اللي راح تخصنها في الام بي 1 والام بي 2 راح تكون من نوع انت تحدد اوكي فانا راح استخدم بيانات من نوع ديسيمل اوكي اوكي حتى نختار بيانات من نوع ديسيمل راح اختار ديسي بلاي فورمات والتاق واختار ديسيمل اوكي بهذا الطريق وكذلك مع ال mp2 tag decimal هاليا البيانات اللي راح اخزنها راح تظهر بهية decimal وايضا راح اخزنها اه ورح اخزن قيمة داخل ال mp1 وال mp2 ايضا من نوع decimal modify operand اوكي من خلال هذا راح اختار decimal انت بيمكان ان تختار hexa ما في اي مشكلة decimal راح اختار حسب المثال 15 حاليا البيانات من نوع decimal مخزونة في mp1 بقيمة 15 كذلك هذا decimal اذا اخذت hexa اللي هو يكون من الصفر الى الواحد الى التسعة وبعدها يبدل a b c d وهكذا لكن الدسمال راح تكون الى التسعة اوكي هاي فقط اه شكل البيانات اوكي راح اختار او صيغة البيانات راح اختار عاسة بالمثال 10 اوكي في ال mp2 اوكي الاوتبوت راح اظهرها ايضا بشكل decimal اوكي قيمة 10 هذا ايضا ايضا راح اظهرها بشكل decimal على 15 هذا ايضا بشكل decimal decimal اوكي خزنتان بداخل قيمة لكن فقط اختار فورمات حتى اظهرها بالشكل اللي انت تريده على برنامج التى بورتل مثل ما تلاحظ حاليا مخزونة قيمة انت بيمكن ان تظهرها بغير صيغة مثلا الهيكسا ديسيمول راح يبدأ مثلا ال 15 بالهيكسا ديسيمول هتكون صفر اوكي لكن المتعارف عليه هو بالديسيمول حاليا كيف تمت هاي العملية كيف انه كان ال 15 مع العشرة اذا استخدمنا دالة الانت راح يكون الناتج عشرا كيف اصبحت هذا الناتج مثل ما نعرف انه دالة الانت يكون الاوتبوت بشكل ديجيتال يعني بغض النظر عن البايت بشكل بيت يعني بت واحد يعني يكون الاوتبوت واحد اذا كان الاوتبوت الاولى والاوتبوت الثانية واحد والباقي الحالات راح تكون جميعا صفر بمعنى لو ذهبنا الى جوجل على سبيل المثال وكتبنا انت التروت تيبل مثل ما نلاحظ راح نشوف التروت تيبل او الحالات اللي يكون بيها او اللي تكون في ايه اللي تنتجها دالة الانت اوكي نحن اخذ هذا الجدول هام هذا دالة الانت هذي مثل ما تلاحظ صفر بصفر الاوتبوت راح يكون صفر اذا الامبوت الاولى واحد ايه صفر والثانية واحد راح يكون صفر يعني كل الحالات صفر ما عدا اذا اذا كان الامبوت جميعها واحد يعني الامبوت الاولى والامبوت الثاني واحد راح يكون الاوتبوت واحد كذلك اذا كان عندك اكثر من اا امبوت يعني اذا استخدمنا امبوت وان و امبوت تو و امبوت ثري لازم تكون كل الحالات واحد حتى يصبح الاوتبوت واحد هذا دالة الانت لكن اذا استخدمنا بيانات من نوع بايت كيف راح يكون الحالة راح استخدم الكايكوليت هذا الكايكوليتر اللي موجود في الويندوز مثل ما نلاحظ اول قيمة هي 15 فرح من خلال هذه الايقونة راح اختار البروغرامر اوكي راح تظهر لي البيانات الهيكسا ديسيمل الاوكت والبايناري البيانات اللي دخلتها هي من نوع ديسيمل فاختار ديسيمل اوكي وبعدها اكتب القيمة اللي هي ال 15 فاكتب 15 مثل ما تلاحظ ال 15 بالبايناري يمثل يتمثل بهيئة واحد 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 راح استخدم برنامج البنت حتى فقط انوضح العملية ال 15 راح تتمثل بواحد واحد 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 هذا ال 15 اوكي واحد بها الطريقة اوكي بالنسبة للعشرة العشرة القيمة الثانية هي عشرة هذا عشرة العشرة راح تتمثل بالبايناري واحد صفر واحد صفر اوكي واحد صفر واحد صفر راح يكون الناتج هذا دالة الانت راح يكون الناتج هذا دالة الانت اوكي وهذا دالة الار اللي موجودة في النيتورك الثاني دالة الانت لازم يكون الامبوت 1 هذا والامبوت 2 هذا هذا الاول هذا الثاني لازم يكون كل الامبوت الاول والثاني واحد يالله حتى يكون الناتج واحد يعني واحد مع واحد راح يكون واحد واحد مع صفر صفر واحد مع واحد 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 مع صفر صفر اوكي هذا هو الناتج دالة الانت الـ or الـ or هذا الـ truth table الخاص بدلة الـ or عفواً هذا راح يكون فقط الصفر مع صفر صفر يعني الصفر مع الصفر يعني الـ on-put الأول صفر والـ on-put الثاني صفر الـ output راح يكون صفر باقي الحالات 1 فيذهبي لهذا 1 مع 1 1 مع صفر 1 عفواً 1 1 مع 1 1 مع الصفر 1 هذا الـ on-put الأول والـ on-put الثاني أخذت لها دالة الـ or وأصبح هذا الناتج هذا الناتج دالة الـ الـ and حالياً هذا الناتج بهيئة binary لازم أحاوله إلى decimal كيف أحول هذا إلى decimal حمسة هذا في طريقة لكن حتى أختصر الفيديو إذا تدخل على اليوتيوب في طريقة حتى تتحول الباينيري إلى decimal أو العكس decimal إلى binary لكن في الكالكوليتر اللي موجود مع الويندوز بإمكان أن تحول البيانات أوكي هذا الباينيري أوكي بالنسبة لدالة بالنسبة أفواً بالنسبة لدالة الـ and وواحد صفر واحد صفر لو تلاحظ إذا نختار باينير راح يبقى فقط الواحد مع الصفر أوكي يعني الباينيري هو إما يكون صفر أو واحد بينما الديسيمل نفتحة جميع الأرقام بإمكان أن تتحكم إذا خذنا الهكسة راح تكون الأرقام مع الأحرف اللي هي من الـ a إلى الـ f أوكي حالياً الباينيري نحن أخذ واحد صفر واحد صفر واحد صفر عفواً واحد صفر واحد صفر أوكي لو تلاحظ أنه الواحد صفر واحد صفر يمثل عشرة بالديسيمل لو نذهب إلى برنامج الـ t-portal نلاحظ أنه دالة الـ and كان الناتج عفواً عشرة دالة الـ and للـ 15 مع العشرة الناتج عشرة بالنسبة إذا أخذنا الـ hexa لو ظهرنا هذا بشكل hexa hexa decimal هاي hexa decimal صفر أي أو أي أوكي لأن الصفر على اليسار ما في إما إلى قيمة راح يكون أي لو تلاحظ الـ hexa أي أوكي لكن اللي همنا هو decimal هذا decimal أوكي بالنسبة لل or هو 15 لو ذهبنا إلى الباينيري أوكي أخذنا الناتج راح يكونوا إن شاء الله كيف نستفد من هذه الدوال في الواقع العملي أو في الجانب العملي أو في الواقع الصناعي لكن تعلمنا في هذا الفيديو كيف أنه الـ PLC تعامل مع الباينيري حتى يطبق عليها الدوال لو أخذنا أي قيمة مثلا 20 build decimal 20 لو أخذنا build decimal 20 في mb1 أوكي 20 مع 10 الناتج صفر أوكي كيف أصبح هذا الناتج لو ذهبنا هذا أيضا أوكي أنت بإمكان أن نتطبق هذا الشيء مباشرة مع الكالكوليتر يعني تكتب build decimal 20 مع 10 20 AND تريد تكتب AND في الكالكوليتر أوكي من خلال هذا تختار AND 10 يساوي لو تلاحظ أنه القيمة أصبحت صفر أوكي الناتج صفر أوكي وإذا أخذنا OR يعني 20 20 OR 10 30 أو 1IF هذا بالهكسة 1IF أو مثل إذا حولناها إلى decimal هيكون ناتج 30 أوكي لكن الأصل هو بهذه الطريقة نحولها إلى Binary وبعدها نتعامل مع البيانات إن شاء الله يكون هذا الدرس واضح لجميع تعلمنا في هذا الفيديو كيف إنه PLC يتعامل مع أنواع مختلفة من البيانات وكيف يعمل لها الدوائل المنطقية ويحللها ويستخرج النيافي بهذا الشكل إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر